كفانكات من المزيد من العمل من أجل الأفضل لوطننا ولبلدنا جميعا تحية الأم المناضلة تحية الأم الصبورة تحية الأم التي حملت تسعة أشهر وتحملت أتعاب الظهر تقف الكلمات تقف التعابير كل شيء يقف أمام المرأة هنيئا لجميع النساء المغاربة ونشكر جميع الأمهات على ما يقدمونه لنا وجميع النساء في اندماجهم في كل ما هو اقتصادي واجتماعي وتقافي مرأة مغربية سنة سعيدة لجميع الأمهات والأبناء والبانات والأخوات مرأة مناضلة مرأة زعمة قوية وتحية المرأة المرأة المغربية هي مرأة مناضلة منذ القيدة من الشيطان دابا ودابا زادت الناس وحترموا المرأة أكثر من بعد هذا التطور كم جالت تحية وعيد مرأة سعيد؟ بالنسبة للمرأة المغربية هي مرأة بكون قوية ومناضلة وعيد المرأة لا يخصوش يكون نعيد واحد بالعكس أيام كلها يكون نعيد على غير أن المرأة بكونك تعاني شوية ضغوطات وصعوبات بقوله نوع منح قراك بالحق زعمة هذا العيد المرأة اللي هو 8 مارس جاء بكونه أنه كي يعطي أو لو كيوفر لحقوق المرأة وبالنسبة لهذا السؤال هذا كم وجهة تحية لأم ديالي والأخوات ديالي وصحابتي بالنسبة لي من العالم المرأة كم بغين وجهة المرأة المغربية والمرأة العربية والعالمية ككل عيد مرأة سعيد كمها مرأة لي مناضلة وناضلة للسنوات وتحدد جميع الصحاب اللي كوجوها في المجتمع ككل منطرف جميع فئة المجتمع وكما يقول لعي سايد كم غين وجهة تحية لأم ديالي والأصدقاء ديالي كامل كم غين وجهة تحية جميع النساء في العالم كامل وكنقول لهم نهاركم هذا وفرحتكم هذه وعيدكم مبارك سايد وكنتمنى المرأة المكانة المرأة تبقى دايما لقدم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر